المؤسسة المؤسسة تأسست في 2010 وهدفها تطوير التعليم في مصر بشكل عام نشتغل على تطوير نموذج تعليمي مبني على تطوير مهارات الأطفال بشكل رئيسي فمش بس بنعلم الأطفال نحاول ننمي من مهاراتهم المختلفة زي الابتكار والفكر النقدي والتعاون والتواصل وانسوان ونعمل ده في صورة برامج تعليمية مبنية على نشاطات وأكتيفيتس مختلفة بالطور من مهارات الأطفال عندنا ندر وقت مركز تعليمي هنا في الطلبية في برنامج حضانا لأطفال من سن 4 إلى 6 سنين ومدرسة مجتمعية تحت الإنشاء لأطفال من سن المرحلة ابتدائية من سن 6 سنين لحد 12 وعندنا كمام برنامج لأطفال في مليارس حكومية برنامج متخرجين يعني بشكل عام بيشتغل على تطوير مهارات الأطفال عن طريق برنامج وانشطة رياضية وتطوير تنمية شخصية وانسوان وفي السنة هذه عملنا شراكة مع صفحات دانمايك فهم يساعدوننا أن نطور المؤسسة ونكبرها ونبدأ ننتشر في أماكن مختلفة كثيرة عشان هذا المركز الوحيد عندنا دلوقتي وحبنا أن نتوسع ونرح أماكن تانية مختلفة ونخدم مجتمعات أخرى فهم دلوقتي بيساعدونا عن طريق أن هما بيساعدونا عن طريق هما بيساعدونا عن طريق المؤسسة وهدفه أن نحن نعمل ريسيج على إزاي نقدر نكبر المؤسسة بشكل سنين وننجد أي أماكن تانية نشتغل فيها وإيه كل الموارد اللي محتاجينها وإزاي نقدر نعمل لاموذج نكبرها عن طريق المؤسسة وده البرجيج اللي هما شغلين معنا علي أعتقد أن هذا مجتمع مددد من المؤسسة تحديث عن طريق المؤسسة من أجل الأمور في كل مدد من المؤسسة وإنه يوم هنا وإنه يرى كيف تحديث عن طريق المؤسسة مثل المؤسسة التي تحديث عن طريق المؤسسة وإنه يدى جدد مؤسسة وإنه يدى جدد مؤسسة وإنه يدى جدد المؤسسة والإذنه يدى جدد المؤسسة ومعانجها نحن عن طريق المؤسسة حتى يدى جدد المؤسسة إدucateMeي يدد نجول مؤسسة واحدة يعني أننا قمت بأن نعطانناهم وطارهم إلى أن نعطاننا إن فطارنا كنت مرحبًا وطارنا أفضل لكن بعض الأنصال على أن نعطان مستوطة ويقفة avez مستقبل فيما مستقبل ويجب أن يكون جيدا جميعاً لكي يكون جيداً لكي